كيف تكسب المزيد من الحسنات في شهر رمضان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا كيف تكسب المزيد من الحسنات في شهر رمضان أحبتي في الله معظمنا يظن أن شهر رمضان هو شهر فقط لنقرأ فيه القرآن من دون فهم فيقول لك أنا ختمت القرآن عشر مرات وآخر يقول سبع مرات وآخر يقول يعني المفاضلة هنا بكثرة القراءة وأنا أقول دائما كثرة العمل ليست هي المقياس سأروي لكم حديثا صحيحا يعني أو قصة أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل لم يعمل في حياته حسنة قط لم يصوم رمضان ولم يصلي وليس لديه شيء إلا أنه كان يتعامل يعني يقرض الناس يقرضهم ربما بضاعة ربما يقرضهم مال يقرضهم متاع فعندما يبعث غلامه يقول له إذا وجدت معصرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه انظروا كم هذا العمل بسيط أنت أعطيت إنسان مبلغ من المال وهذا الرجل ليس لديه شيء يؤديه إليك مضطر فأنت تقول في نفسك سأمهل هذا الشخص عسى الله أن يعفو عني عسى الله أن يغفر لي عسى الله أن يتجاوز عني سأتجاوز عنه طب هذا عمل بالنسبة لنا كثير من الناس يعتبره عمل لا قيمة له وعمل تافي طب ما رأيكم أن هذا العمل أدخله الله به الجنة والله شيء عجيب يعني الواحد عندما يفكر إنسان لم يعمل شيء يدخل الجنة فقط لأنه يمهي الإنسان القضية هنا أيها الأحبة ليست قضية إمهال أو غير القضية هنا ماذا في قلب هذا الإنسان تجاه الله ماذا في قلبك تجاه خالقك ما هي نظرتك لله هذا الرجل نظرته لله أنه إله كريم عسى أن يغفر له بالفعل غفر له كل ذنوبه مع أنه لم يعمل في حياته حسنة قط طيب نحن اليوم من فضل الله نصلي ونصوم ونعمل كثير من الحسنة وعلى الرغم من ذلك نجد أن حياتنا غير سعيدة نظرتك لله هي التي تحدد مستقبلك مستقبلك في الدنيا والآخرة لذلك الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي تظن أن الله يغفر لك بالفعل يغفر لك تظن أن الله لن يرزقك إلا عن طريق فلان يكلك إلى فلان تظن أن الله يرحمك بالفعل سوف يرحمك تظن أن الله يشفيك بالفعل سوف يشفيك وبسبب بسيط لذلك أنا اليوم سأتحدث عن حسن الظن بالله تبارك وتعالى وكيف تكسب حسنات كثيرة بأعمال بسيطة يعني المعادلة هذه أيها الأحبة في علم الإدارة والتجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد هناك معادلة صعبة هذه المعادلة يعرفها كل الناس يعني الذين يشتغلون في هذه المجالات أن تعطي أفضل مواصفات بأقل سعر أفضل مواصفات بأقل سعر معادلة صعبة تحقيقها يعني أن تأخذ مثلا تشتري مثلا موبايل بمواصفات عالية جدا وبسعر رخيص معادلة صعبة طيب في الإسلام أيها الأحبة هذه المعادلة تستطيع أن تطبقها بسهولة يعني هناك هناك في الإسلام أحبتي في الله أعمال سهلة جدا 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 بأجر عالي جدا 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 يعني مثلا إنسان يتصدق بالملايين ولكن هو يهدف للشهرة يضع اسمه على إعلانات والكذا وفلان تصدق وفلان أعطى وفلان كذا والناس تقول ما شاء الله وهذا كريم كذا كذا وهو في داخله حب الشهرة وليس أصلا يعني يعني رضا الله ليس في دماغه أصلا هو أمام الناس إنسان آخر ليس لديه شيء ولكنه تبسم في وجه أخ له في الله فقط تبسم طيب يمكن أن تكون هذه الابتسامة على الرغم من سهولتها وعلى الرغم من أنك تستطيع في كل لحظة أن تتبسم بدون أن تخسر شيئا بالعكس عضلات الوجه تكون أكثر راحة عضلات الوجه أيها الأحبة عندما تبتسم تكون مرتاحة جدا على عكس الغضب والانفعال والعبوس هذا الرجل الذي تصدق عليك بالابتسامة لديه عمل هذا العمل بإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة فإنسان تصدق بابتسامة وإنسان آخر أساء له الناس فبادرهم بكلمة طيبة إنسان أساءت له زوجته فرد عليها بكلمة طيبة بابتسامة زوجة زوجة زوجها يعني غضب وانفعل وشتم ردت عليه بابتسامة وكلمة طيبة ابتغاء وجه الله أجر هذا العمل على الرغم من سهولته أعظم بكثير من أجر ذلك الشخص الذي أنفق المليارات ولكن ليس لديه يعني حسن ظن بالله أو إخلاص لله أو توجه لله عز وجل لذلك أيها الأحبة نريد أن نقوي حسن الظن بالله في هذا الشهر يعني أنا أريد منك أخي الحبيب أن تطور وتنمي في داخلك هذه المعاني تحسن الظن بالله كيف أحسن الظن عندما تكون مضطرا للمال وهناك مصادر مشبوهة من الربا وغير ذلك ولكن هناك مصدر قليل ولكن يحتاج إلى الصبر وأن تضغط على نفسك قليلا ولكنه حلال لا اضغط قليلا على نفسك وتوجه إلى المصدر الحلال وأثبت لله أنك تحبه أثبت أنك صادق مع الله أثبت أن الدنيا ليست هي الهم ليست هي الهدف الهدف هو الله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لماذا استحقوا هذه المرتبة العالية لأنهم عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي للجهاد يترك المال والأهل والزوجة والأولاد والتجارة ويترك كل شيء ثم يعني يذهب إلى الله ثم يذهب إلى الله عز وجل يترك كل شيء ثم يذهب إلى هذا الخالق العظيم مخلصاً مخلصاً له متوجهاً إليه في عمله وفي حياته وفي صيامه وفي صلاته لذلك أيها الأحبة يعني أنا أود أن أقول لكم كلمة أن حسن الظن بالله يمكن أن يكون مفتاح السعادة في الدنيا ومفتاح الجنة في الآخرة ومفتاح الوصول إلى الله تبارك وتعالى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدبي أنت عندما تصوم يجب أن تعتقد أن الله قادر أن يشفيك ببركة هذا الصيام الصيام أيها الأحبة له فوائد طبية هائلة جداً الصيام له فوائد طبية كبيرة جداً الصيام أيها الأحبة يشفي من أكثر من مئة مرض على رأسها أمراض الجهاز الهضمي و صيانة الكبد وتنظيف الخلايا من السموم فوائد كثيرة جداً وعلى رأسها تقوية نظام المناعة وتنشيط نظام المناعة إلى آخرهم إنوي أنك تصوم لله وثق بالله أنه سيشفيك ببركة هذا الصيام ثق مطلقة بالله ثق أن الله يستجيب دعائك هذا هو حسن الظن بالله ثق أن الله عندما أمرك بالعفو أنه سيبدلك خيراً مما أخذ منك إذا أساء لك إنسان أعفو عنه وثق بكلام الله عندما قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله نريد أن نطبق هذا القانون في كل لحظة من حياتنا كل ما تعاملت أجد في هذا الشهر العظيم أن نعزز ونقوي يقيننا بالله ظننا بالله نقوي الظن بالله أن الله قادر أن يرزقني حتى من دون عمل من دون أسباب الله على كل شيء قدير الله قادر أن يشفيني قادر أن يحل مشاكلي قادر أن يهيئ لي يعني كل ما أريد تريد الزوجة الصالحة توجه إلى الله تريدين الزوجة الصالح توجه إلى الله والله سبحانه وتعالى سيهيئ الظروف ولكن بإخلاص تجرد من حولك وقوتك وتجرد من كل شيء سلم أمرك ونفسك وحياتك وأهلك وتجارتك وكل ما تملك ضعه بين يدي الله وتوكل على الله وقل يا رب أنا أحسنت الظن بك وأنت قادر على أن تشفيني وترزقني وتعطيني وتصرف عني الضر وتحفظني وإنك على كل شيء قدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحسنون الظن بالله ويرضى عنهم في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر